ياهل والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية بما انه سنة 2020 سنة نايمة للأسف ولا فيها أفلام كثيرة جيدة للآن والأفلام الجيدة واللي كنا متحمسين لها تم تأجيلها علاجة غير مسمة نجعت لكم بسلسلة أفلام لازم تتابعوها علشان نقضي على الملل اللي مالي الأجواء هالفترة ولكن هالمرة جبت لكم أفلام شوي مختلفة فخليني أسألك على السريع تحب أفلام السفر عبر الزمن؟ تحب الأفلام اللي تخليك تفكر في خياراتك لو أنك تقدر تعيش نفس الحياة مرة ثانية تحب الأفلام اللي فيها لحظة مخ إذا لا جرب تتابع هالأفلام اللي رح أوصيك فيها ربما تغير نظرتك لهذه الفئة المميزة بالنسبة لي أما إذا إيوه خليك معايا يا جميل لأني في فيديو اليوم بوصيك تتابع ستة أعمال تدور أحداثها حول أشخاص محبوسين في حلقة زمنية معينة ومو قادرين يخرجون منها أو محبوسين داخل يوم معين أو تاريخ معين ماهو داخل مكان داخل زمن ركز معايا بس قبل نبدأ شيك لي على زر الاشتراك على السريع ولا تنسى الإعجاب بالفيديو إذا أعجبك طبعا الأفلام اللي تكلمت عن فكرة شخص واحد محبوس داخل حلقة زمنية كثيرة ومعظمها متشابهة في الفكرة ولكن تختلف طريقة بناء القصص فيها ما بين شخص عالق لأنه عارف السبب وما بين شخص يحاول يكتشف السبب وما بين شخص اختار أنه يعيش نفس اليوم مرارا وتكرارا لتحقيق هدف معين وبالرغم من أنه الأفكار هذه مثل ما قلت لكم متكررة كثير إلا أني مرة أستمتع في هذه النوعية من الأفلام وما عندي مشكلة أشوف أكثر من فيلم بنفس الفكرة ولا تسألني ليش لأني أنا مو قادر أعرف السبب بالضبط كل اللي أعرفه أني مرة أحب هالنوعية من الأفلام وبيني وبينكم فكرة أنك تشوف شخص يعيش نفس الحياة أو نفس اليوم أكثر من مرة وطريقة تعامله مع الأمور اللي سبق وشافها أو التجارب اللي عاشها وكيف رح يتعايش معها في كل مرة أشوفها فكرة جدا مثيرة للاهتمام وعشان لا يطول الفيديو أكثر خلونا نبدأ الفيلم الأول Groundhog Day واللي صدر عام 1993 الفيلم من بطولة بيل موريو مصنف ضمن أعمال الرومانسية والفنتازيا والكوميديا وقصة الفيلم عن مذيع تلفزيوني أو بالتحديد مذيع لنشرات أحوال الطقس رسلونه هو وفريقه إلى منطقة معينة علشان يغطون حدث غريب نوعا ما ولكن يتفاجأ بعد ما يوصل هناك أنه جالس يعيش هذاك اليوم مرارا وتكرارا ومو قادر يخرج منه وبدل ما يحاول يلاقي حل يبدأ يستغل الوضع بشكل أناني لصالحه ويسوي أشياء كثير غريبة أحيانا وأحيان غبية بطابع كوميدي وساخر وممتع الفيلم تقيمه على موقع آيم دي بي ثمانية من عشرة وتقيم الشخص له برضو ثمانية من عشرة الفيلم جدا ممتع وفيه كمية كوميديا رائعة لا يفوتكم الفيلم الثاني Age of Tomorrow واللي صدر عام 2014 والفيلم بطولة توم كروز وإيميلي بلانت والدور أحداثه حول هجوم فضائي يغزو الكرة الأرضية وعلى إثر هذا الغزو الدول بدأت ترسل كل الناس للحرب بشكل عشوائي سواء كانوا جنود أو أطباء أو مجرد بشر عاديين أما بالنسبة لبطل الفيلم كيج فيروح في مهمة عسكرية وفجأة يلقى نفسه وسط ساحة المعركة والغريب أنه يموت ولكنه ما يموت فعليا كل مرة يموت يلقى نفسه يرجع لبداية اليوم من أول وجديد كأنك خسرت في مرحلة ما في لعبة وسويت ريستارت أو عدتها من جديد أو رجعت للشيكبوينت الفيلم فيه أكشن جدا رائع والخيال العلمي مميز ومبتكر إلى حد ما سواء من ناحية البدلات أو التقنيات اللي يستخدموها فيه لمسة كوميديا بسيطة جدا خففت من حدة بعض المشاهد وعطت الفيلم بشكل عام طابع ممتع ومميز تمثيل توم كروز ما فيه شيء يعني مختلف يعني نفس الشيء اللي نعرفه توم كروز تعرفون كده توم كروز متشابه في أفلامه غير أنه تختلف القصص أما بالنسبة لإميلي أداها كان جدا جميل وتجسيدها لشخصية البنت القوية والجادة كان جدا رائع ولا عليه غبار الفيلم تقييمه على موقع IMDB 7.9 من 10 يعني 8 من 10 وتقييم الشخصي للفيلم 8.5 من 10 الفيلم الثالث Source Code واللي صدر عام 2011 وعلى الرغم من أننا نتكلم أكيد عن شخص عالق في يوم معين ومقادر يخرج منه إلا أن هذا الفيلم بالتحديد التجربة اللي فيه أبدا ما هي مثيرة بقدر ما هي مرعبة لأن الطريقة اللي عالق فيها جاكي يلونهال دائما تنتهي بانفجار القطار اللي هو فيه واللي يزيد الطيم بلة أنه بطل القصة عايش يوم ما هو يومه وبتفهمون أكثر إذا تابعتوا الفيلم الفيلم جدا رهيب واعتبر واحد من أقرب الأفلام إلى قلبي اللي من هذه النوعية تمثيك جاكي يلونهال من أروع ما يكون ما يحتاج أقول لكم ومثل غني عن التعريف وراح يقنعكم بكل المشاهد بأداؤه الجميل تقييم الفيلم على موقع آيم دي بي سبعة ونص من عشرة وتقييم الشخصي ثمانية من عشرة الفيلم الرابع تراينجل واللي صدر عام 2009 هو ما هو لشخص عالق في يوم معين بالتحديد ولكن الفيلم اللي بنت تجيها لحظات ديجافو كثيرة والديجافو هو أنك تعيش لحظة في حياتك وتحس أنك عشتها من قبل أو تحس أنه عندك القدرة أو قدرة بسيطة على التنبؤ باللي راح يصير لمدة ثواني أو جزء من الثانية تصير مع معظم البشر هذه الحالة وبعض الناس يعتقدون أنها خطأ في المصفوفة أو خطأ في الميتريكس وفيه نظرية تقول أننا عايشين في مصفوفة أو نظام برمجي متطور وجالسين نعيش الحياة مرارا وتكرارا ولما يجينا الديجافو معناته أنه فيه غليتش أو خطأ برمجي خلينا نحس بأننا عشنا هذه الحياة من قبل على كل حالة الفيلم جدا ممتع فلو تحب الأفلام اللي فيها ناس عالقين في زمن معين أو يوم معين هالفيلم بكل تأكيد راح يناسبك علما أن هذا الفيلم فيه دموية وشوية رعب وبعيد كل البعد عن الكوميديا والممثلة بالرغم من أنها ما هي معروفة بشكل كبير إلا أنه أداءها كان جدا جميل وخلتني أستشعر كل اللحظات المخيفة اللي مرت فيها تقييم الفيلم على موقع IMDB 7 من 10 وتقييم الشخصي للفيلم 8 من 10 الفيلم الخامس Palm Springs واللي صدر في عامنا الحالي عام الكورونا 2020 ويحكي قصة شخص عالق في حقبة زمنية مدتها يوم كامل وبطريقة ما تدخل معاه في هذه الحقبة الزمنية بنت أول ما تدخل معاه في هذه الحقبة الزمنية تروح تحمله كاملة المسؤولية وتقول له أنت السبب أنت اللي خليتني أعلق معاك هنا ومن هنا تبدأ أحداث الفيلم الفيلم كوميدي وأجواءه جدا ممتعة وشيقة وحتى ما هو طويل ولا راح تحسون بالملل إذا تابعتوه مدة تقريبا ساعة ونصف وصدقوني هذا من الأفلام اللي إذا شغلتها لازم تنهيها ما تحس إنك كده تبقى تقفل الفيلم يعني إذا ما كان بالنسبة لي هالفكرة وأكثر شيء ميز الفيلم برأيي برضه هو نجمة الفيلم أندي سامبرج أنا مرة احترم الولد هذا معرفش رأيكم فيه بس أنا مرة يعجبني تمثيل وخفة دمه حتى الممثلة كريستين كانت إضافة جميلة للفيلم وخلقت أجواء كوميدية رهيبة الفيلم تقييمه على موقع آيم دي بي سبعة ونصف من عشرة وتقييم الشخصي برضه سبعة ونصف من عشرة الفيلم السادس والأخير هو ما هو فيلم حقيقة ولكنه مسلسل قصير متوفر على نتفليكس اسمه روشين دول نازل منه موسم كامل منتهي مكون من ثمان حلقات وكل حلقة مدتها نصف ساعة المسلسل فكرة برضه عن بنت عالقة في يوم معين ما هي قادرة تخرج منه ولا هي قادرة تموت ولا هي قادرة تتجاوز ذا اليوم يعني كذا تموت تعيش تنام تصحى وفي كل مرة ترجع لنفس اليوم بالضبط الفيلم يناقش قضايا وآيدوليجيات اجتماعية بشكل ساخر وكوميدي والممثلة مرة مرة منتهية وضريفة ورح تحبونها فضلا عن أنه المسلسل خفيف جدا وتقدر تخلصه في جلسة واحدة إذا أنت فاضي طبعا وما عندك شيء وأتوقع بالذات هذه الأيام معظم الناس فاضين وما عندهم شيء تقييم المسلسل على موقع IMDB 7 من 10 وتقييم الشخصي له 8 من 10 إلى هنا نكون وصل لنهاية الفيديو شاركونا في التعليقات مسلسلات أو أفلام من هذه النوعية ومو شرط تكون من هذه النوعية بالتحديد أي شيء في لحظة مخ أو سفر عبر الزمن أو أي أحداث غريبة وغير منطقية واقترحونا في التعليقات التوصيات الجاية حابين تكون عن إيش لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والضغط على زر الإعجاب علشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من المتابعين كان معكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم